مرحبا بكم جيت وجبت لكم عصير فرشك مزيين بنيني هبل حاجة دياري حاجة نظيفة حاجة فرشك طبيعية شوفوا اللون ما شاء الله يهبل نمروا مع بعضنا المقادير اه شريط رطل مش ماش نحيت له القلوب اخترته مش ماش برتقالي مزيين طيب في حقه اه حلو اه نحيت له القلوب كيف ما قلت لكم حطيته في الطنجرة اه وبش نحط له نص لترا ما معدني او ما حلو بتاع العيون التونسية اللي عنا ونحطه عن نار يغلي مدة عشر دقائق نار متوسطى هنا طب شوفوا كيفاش تهرر عندكم حاجتين يتخلوه يبرد وترحوه في الروبو وإلا ترحوه في الموليناكس يترحوه بالبراميكسور وهو سخون عادي كيف ما بش نعمل انا وهنا التفويحة بش نفوحو بساشيفاني واللي يحب الياغورت ينجم يزيدو مغرفة ولا مغرفتين ياغورت مش ماش او ياغورت طبيعي زي دي بنن وبرشة امان العائلة ما تحبوش هنا رحيتو والياغورت بطبيعة ينضاف وهو بيرد ما ينضافش هو سخون هنا بش نصافيه نحيله القشور ولو انه هي انا ما نصحكمش بالمرحلة هذي لانها حكاية الياف لكلها الياف مفيدة يعني كي بش نحوها بش نضيعو علينا الالياف ماذا بينا نرحوه رحية رطبة بالجدار ونشربوه كيف ما هو الاليافة دي كعندها قيمة برشة غذائية هنا بش نصافيه بالباهي حطيت على الول تلاثة مغرف سكر نسيت ما قلت الكومش هنا بش نشوف الخطورة والحلاوة نعدل السكر متاعي بش نزيد مغرفة اثنين ثلاثة الكل في الكل والوستة مغرف بش نزيد زادة القارس نسيت او ملح الليمون تعملو نصف قارسة او نصف ملعقة قهوة ملح ليمون هنا نصف القارسة قدر ملعقتين اكل عصير ليمون عصير ليم هنا نخلط بالباهي ونزيد نعدل على السكر السكر حسب الرغبة هنا زدته شوية ما معدني بش نجريه اكتر اما هو يلزمه خاثر شوية وهو بتبيعه رو خاثر اما هنا جاني خاثر بارشا هنا ندوق على الحلاوة بش نزيد زادة مغرفة يعني الكل في الكل عمت له ثمانية ثمانية اذا بش نحسبوها بطريقة حسابية قريب ميتين جرام رتال الكليل يميتين جرام سكر وإلا مية وثمانين جرام مية وستين جرام اللي يحبه متوسط المقادير ان شاء الله تلقوها في صندوق الوصف وبش نعطيهو لكم ناقصة حلاوة بش اللي يحب الحلاوة يزيد ونعدل لكم الوصفة بالقداء طبيعي حتى الطبيعي يزاد عاد هنا نحرك بش يتميزج العصير القارس ولي ناحي الأكسدة وما يخليش العصير متاعنا يتبدل لونه يبقى لنا في الفريجيدير بالعشر أيام لابس عليه هنا وقت الياب رد تحطوا الياغورت مش مش لو تحبوا كعبة ياغورت ولا نص كعبة ياغورت يبننها ياسر اما بالياغورت مش بش يصبر لكم أكثر من 4-5 أيام اما هكا يصبر لكم حتى 10-15 يوم في دابوزة بولار في الفريجيدير هنا بش نحطه في الزجاجة رطل مش مش طيح لي إيترا ما شاء الله هنا نكونوا كملنا متبقى لكي نقول لكم متنسونيش باشتراك ولايك لو أعجبتكم الوصفة إن شاء الله نتلاقوا في فرصة أخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة